مش هنخلص لكن فيه كلام كتير في الغربال من شر ما خلق الحقيقة أسوأ حاجة إثارة الفتنة وأخطر حاجة أخطرها خاصة فيما يتعلق بإعلاقات الأشقاء مع بعض وإعلاقات المنافسات الرياضية وهنا الكلام لازم يكون أكثر وضوحا الآلي راح يلعب في الترجي في تونس سبقته حملة محاولات دس الفتنة ومحاولات إثارة الأشقاء في تونس وتهييج الرأي العام بخطبات مزورة لم تلقى بعد أي حد يهتم بالتحقيق فيها اتقال أسماء فيها وقيل الأسماء بموضوع شديد من الإزاعة التونسية مين اللي بعت لهم جواب يقول لهم أن فيه شركة كذا بعت جواب رشوة الأهل للحكام حتى اللي بيزور جاهل وعبيط لأنه ما فيش حد يقدم جواب رسمي يقول فيه أنا بقدم رشوة وديه فلوس بدل رشوة بس فلان وفلان قالوا كده وتألى ساميه بس إزاعة التونسية قالت ده محدش حق أو محدش سأل برغم أنه توتير الأجواء للأهل في تونس قدت أولاً لأحداث دامية أصيب وقتها هشام محمد لعب الأهل في وجهه كادت المباراة أن تفتد لولا تدخل السفارة وأطراف مسؤولة كتيرة جداً تم احتواء الموضوع وخسر الأهل البطولة لكن من شر ما خلق كانوا مبسوطين مصير الفتن لأن أجي ألعب مع المريخ السوداني المريخ ما عندهش ملعب ففجأة يتم استضافة رئيس المريخ على التليفون ويتم محاولة كتابة تويتات مزورة منسوبة إلى رئيس المريخ تقول أصفية اتفاق مع الأهل على كذا وكذا والتفويت وله لي لا يمكن يعمل كده مستحيل وانت في البطولة يعمل إلا ده كل الفرة كان عندها الحظوص مين اللي حيبه لكن الأهل معاه الهلال والمريخ الاتنين هي دي بقى للناس مش واخدة بالها أستاذ براي يعني هم السنة دي مثلاً يقولك المريخ قرر نلعب على ملعب الهلال السنة اللي فاتت الاتنين كانوا في مجموعة واحدة مع الأهل فما كانش رؤية الهلال هو حر في رؤيته لا المريخ لا والمريخ طلب من الهلال الهلال رفض الهلال رفض الاتنين عندهم أسباب إن احنا بننفس بعض الزرحة حتى تيجي على ملعبي ونرجع يبقى في مشاكل في أسباب وجماهير جماهيرية شديدة لهم أسبابهم وهم حرين فالسنة دي ميجي يقولك إش معنى وفقة للأهل لأننا السنة دي ممعيش الهلال ممكن نطلب الهلال والهلال يوفق مفيش حرك بينهم مفيش حرك بينهم فهنا برضو ده شام محمد يا جماعة الصورة دي والله يا أستاذ إبراهيم كانت تلغي المباراة الصورة دي إياك يكون اللي عمل كده لا هو بينام مرتاح لأنه بيكررها ما هو اللي عمل كده هو اللي موقع بينك وبين أنديت الأقالين هو اللي موقع بينك وبين الإسماعيلي والمصري والمحلة يعني المحلة دي الغربية لكلها 80% من أهلوية بيحاولوا بقالهم قد إيه كل ما لقال يروح يلعب يبقى فيه مشكلة بستمرار وهم هم نفس الأسماء جر ما خلق عشان كده بقولك لما احنا نتكلم هناك يصنعونا التاريخ هنا يتأمرونا على كاتبه ما هو الأهل هو كاتب التاريخ الكروي هنا ولا مش هو طبعا كاتب التاريخ الكروي كل الإنجازات المحترمة هتجد الأهل فيها على مستوى العالم طيب هو ده يتحارب ليه وبدل ما تقول أعمل ونفس بيتحاربني عشان توقعني مش أكتر من كده وتقالتلك وتقالتلي وش أعمر خفاجي قال هلنا 2008 ينقوم الزمالك ينوقع الآن وأصبحت خطة واضحة معروف الناس اللي بيعملوها وبيركزوا أكتر ودلوقتي المناخ أكثر موأمة وملأمة ليه لأن السوشيال ميديا بتستجيبه لأن الإعلام بقى واصل لكل شق في كل بيت فبيتعمل فيه وفيه ناس تقدر تعمل اللي هي عايزة مستخبية في شكل اللي جان أو في شكل أسماء مستعارة طيب أي إنجاز حصل بعد كده شوفوا برضو هو شريط الفتنة مستمر مش كفاية اللي حصل مع تونس ولا المحاولة اللي حصلت في السودان ننقل المؤشر على المغرب حرك المؤشر على المغرب الأهلي عنده علاقة محترمة مع أنديت المغرب الشقيقة شأن كل الأندية على فكرة يعني مش هتلاقوا فيه وزيبكم الكلام الفرغ اللي بيتقال أصلتوا اللي عاملين مشاكل في كل حتة لا الأهلي مش هارف بلده في كل مكان بسلوكه بانضباطه بالتزامه باحترامه واسألوا السفارات المصرية اللي موجودة في كل العواصل الصورة اللي بيكون عليها وفد النادي الآلي في أي دولة بيروحها مع المغرب أنت عندك أفضل علاقة كلها احترام يقول لك ما هو اللي حصل من أعضاء مجلس الإدارة على البوابة يوم مطش الوداد آه فيه سوء تنظيم للمباراة الاتحاد الأفريقي نفسه شعر بالحرج من اللي حصل الأهلي تعرض للظلم هنا أنه ما يلعبش المباراة في القاهرة اللاجنة أو في أرض محايدة اللاجنة اتحيات لا الاستضافة للقاهرة لأنه اللاجنة اللي شكلها الوزير أدانة اتحاد الكرة والإدارة التنفيذية فيها على اهدار الحق القانوني والطبيعي للنادي الآلي فهنا النادي الآلي هو اللي تعرض لهذا الزلم لما النهاردة ييجي الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم ياخد قرار أنه المغرب هتنظم كاس العالم للأندية النسخة الحالية الوداد بطل أفريقي اللايحة بتقول لاحة البطولة ما فيش دولة يمثلها فريقين ما يشاركش في البطولة فريقان من دولة واحدة ده نص واضح وصريح يبقى الوداد هيشارك لوحده وصيف البطل بطل أفريقيا هو اللي بيشارك اللي هو النادي الأهلي هي جديدة لا مش جديدة 2007 حصلت 2008 حصلت في المرتين بطل أسيا بيبقى فريق ياباني واليابان بتنظم فمرة ييجي فريق أصفهان الإيراني الوصيف بتاع البطل الياباني الوزاكا ومرة ييجي الفريق الاسترالي اللي كان وصيف بتاعه اللي اتنين يشاركوا في البطولة لأنه الفريق الياباني بطل أسيا هو اللي بينظم نفس الكس اللي حصلت في المغرب هذا العالم اللي اتعاملت في المغرب 2012-2013 دخلها الرجاء بصفتيه صاحب البلد المنظمة لأنه ما كانش في فريق تاني من المغرب أيه طبعا فدخل ووصل للفاينل واخد بالك كان بطل الدوري المغربي كان وممثل الدولة المنظمة بس فدخل هنا بقى ييجي وقولك أصب بطل الدوري لا ده هو بيمثل الدولة المنظمة لأنه ما فيش نادي تاني إذن الأمر واضح وجالي وحاسم وجازم وكل حاجة ده خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم للنادي الأهل المسألة فيه منتهى الوضوح وكنا نفهم كنا نفهم إنه الأندية المصرية الشقيقة وكلها تفرح للنادي الأهل تفرح لنادي بيعاد إليه حقه بعد الظلم اللي تعرض له اللي حصل ده كان انصف من ربنا سبحانه تعالى لأنه ما بتحصلش كده إنك في وقت متأخر من المشاكل بتاعة التنظيم تسند إلى المغرب فبالتالي الحق اللي سلب من النادي الأهل في التقاهل لبطولة العالم يرجع له بقرار من الاتحاد الدولي وفقا للاحة البطولة شفنا خطاب الاتحاد الدولي الفرق هيشارك فيها لأنه حتى كمان خلاص الفيفا حدد إنه الأهل حيبدأ البطولة واحد فبراير أمام أوكلاند سيتي هيشارك الوداد البيضاء والمغربي مصطديف البطولة والأهل المصري وصيفه في أفريقيا ريال مدريد بطل أوروبا ساوندرز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية فلمينجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل اليوكيانوس وبطل آسيا لم يحدد حتى الآن وإن كان الهلال السعودي الأقرب باعتباره بطل آخر نسخة أقيمت من دور أبطال آسيا الزميل العزيز خالد بيومي في مقالة له في الجمهورية عن نفس الحدث بيقول خالد بيومي خارج السرب تواجد النادي الآلي في النسخة القادمة لكأس العالم بعد قرار استضافة المغرب من قبل الاتحاد الدولي في شهر فبراير القادم حدث رائع يدعو للفخر بصوا بقى الناس المتسامحة والمتصلحة مع نفسيها يدعو للفخر لتواجد نادي مصري في بطولة كأس العالم للعام الثالث على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخه ومن وجهة نظر الشخصية دخلت بيومي أن جماهير الأهل ومسؤوليه بات لا يستهويهم المركز الثالث والميدالية البرونزية أعتقد أن سأف الطموح سيعلق خاصة أن الأهل بات متمرسا وهي المرة الأولى التي يشارك فيها نادي لثالث نسخ متتالية أموما حسنا ما فعله فوز لقجع بطلب التنظيم والذي كان يسعى إلى تواجد الوداد والرجاء ولا عذاء للشامتين لأن الأهل متواجد في أكبر محفل عالمي للأندية أنا بقى أعزائي توقف عند كلمة أستاذ خليل بيومي هو إحنا ليس كنا بنتكلم على بطولة العالم في قطر ليه؟ شرفة العرب طبعا طب والأهل لما يشترك في بطولة العالم الأندية ما نبقاش إحنا زي إخواننا اللي في العالم العربي كله فرحانين إن فيه ممثل لمصر في البطولة رجع له حقه منتج فرحان اسكت ما بقولكش لازم تفرحني بس إنك تقعد بقى تقلل وتسفك وتلاقح كلام الحقيقة لا أحد يستطيع أن يسير للأهل ولكن الإساءة كل الإساءة لصاحب محاولة الإساءة لصاحب محاولة الإساءة ما هو اللي بلاقى عليه كلام أحيانا هو عارف اللي بقول كلام والله إذا نوتيب إليه شريء إليه يعني إنت لأنه إنت ابتدينا نقول كلام محسوب علينا فإذا كنت بعدت عن المنطق خالص لدرجة إن مشاعرك مش قادرة تتحمل إن الأهل يرجع له حقه اسكت لكن إنك إنت تقول كلام مفيش اتنين أسواق حيوفقوك عليه مفيش ونستاذ هاني حتحود يعني أنا برضو مش فهم للصدافة قوي ولكنه كان موضوعيا في إدارة الحوار ومثل كل الردود اللي ممكن تقال بأمرت إيه يعني اللايحة بتقول اللايحة بتقول اللايحة بتقول وانت رايح هناك مش هنقع في الفخ ده كل مرة ويجب أن يحدث تصدي وأنا هنا أنا هنا عايز أقول إيه يا سيد زبراهيم اتحاد القرى ما تطلع تحسم الجدل ده أي فيه عادي بيقول لك وبيشوروه لك الرئيس الإتعاد المغربي بيحاول كذا اطلع انت دافعا حق النادي الممثل لمصر والهيهات وهو مين يسمح بالكلام ده ولن يحدث لأن اللايحة بتقول وكلنا ورا النادي الاهلي مرة 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 ياللي بتسأله نعمل ايه يعمل كده اسند ممثل مصر في البطولة اللي رجع له حقه بعد ما ضاع نتيجة لتقاع عسك ها الاتحاد المصر جاله جاله الحق اسعد بقى وقف مع النادي الاهلي وحسسوا انه مدف ومستقوا باتحاده فطأتع خط الرجع لكل واحد عايز يشكك لكن هنبدأ نتفرج على الاهلي يخوض معارجه الواحد وكده ما منفعش طيب انت انت يعني اشارت للمداخلة رئيس نادي الرجاء السيد عزيز بدراوي مع الزميل هانا هتحوض في صدى البلد نشوف ما هي الطلبات اللي تقدمت بيها النهاردة وتحدثت ان يوم الثلاثاء ستطالب بتنفيذها السيد عزيز نطالب من الفيفا ومن الكاف لانصاف طريح الرجاء البداري هو ضرورة تواجده في هذه التدارة العالمية باعتباره ايه اعتباره وصيف حامل لقب البطولة الوداد هي ممثل كامل ليس ممثل المغرب لانه حامل اللقب تواجدها ضروري ويفرضه القانون الفيفا من سيمثل البلد المستضيف السيد عزيز على اي لائحة تستند ام تستند على المنطق لا لكن القانون في دورة حضر فيها طريقين من البرازيل لكن في عام 2007 وفي 2008 حصل ان شارك وصيف نسخة النسخة القرية بسبب ان المستضيف كان يابانيا فبالتالي شارك سبهان اصطهان الاراني واللائحة منذ هذا الوقت وحتى هذه النسخة ان وصيف النسخة القرية هو من يشارك اذا كان المستضيف هو بطل النسخة القرية وبالتالي لا يجوز مشاركة ناديين من نفس الدولة في نسخة كأس العالم ده منذ عام 2007 تبقى لللائحة يعني احنا بس حابينا نجيب لكم وجهة النظر اللي بتقول اللائحة عشان ما تفتكرهاش دي افتكاسة من عندنا كواس انها جد ده كلام منطقي جدا لانه احنا بنتكلم يا جماعة في لائحة سيبكم من الرغبة و سيبكم من الامل و سيبكم من التفسير لكن دي اللائحة هجل استاذينك في حاجة لا نتاقف امام هذا الامر غير مقبول النقش الامور البديهية لانه اي محاولة سبيانية للتصعيد في هذا الشأن من جانب اي حد مصري هي بمثابة الخيانة لمصالح الكرة المصرية ده كلام مهم جدا نشوف رأي الكابتن احمد شبير لما اعلن رسميا عن انه المغرب حينظم كاس العالم للاندية بدأت بعض الناس بقى اللي عايزة ايه تشعللت تشعللت ولا هتولع اسمع اصد فوز الاخجع وحيبقت مش عارف ايه كان الفيفا حاسم حازم اللي بيحصل ايه طبقا لللاقحة او للعرف اللي حصل من قبل انه كان هناك بطولتين حصلوا البطولة الاولى في عام الفين وسبعة اليابان استضافت كاس العالم للاندية بطل كاس دوري ابطال افريقيا كان فريق اراوة اليابان فهو شارك كمستضيف للبطولة ولم يشارك حتى بطل الدوري ساعته كان كاشيمة اللي شارك كان نادي اسبهان اصفهان الايراني وصيف اسيا في المونديال ده الفين وسبعة في الفين وثمانية والبطولة ايضا كانت في اليابان حصل نفس الامر جنبا اوساكا كان هو المنظم وبرضه كاشيمة رغم انه بطل الدوري ما شاركش فاللي نظم كان هو نادي جنبا اوساكا واللي نظم في المرة الاولانية كان فريق اراوة المرة الاولانية شارك اسبهان اصفهان الايراني بالصفة وصيف اسيا والمرة التانية شارك ادلاي دي 요نيتد الاسترالي ده بالنسبة لموضوع المشاركة في البطولة في حالة انه دولة منظمة فريق منها بيبقى موجود فيها البطولة فالأهلي يشارك في هذه الحالة بصفته وصيفا لدور أبطال إفريقيا الفيفا دايما حريص على نادي كبير زي النادي الأهلي وعارف أن وجوده في البطولات بيديها زخم وبيديها قوة وبيديها رونق وبيديها بريق الأهلي بسبب مشاركاته المتعددة في كاس العالم للأندية وبسبب اسمه العالمي الكبير الأهلي ليس ناديا لا محليا ولا عربيا ولا إفريقيا إذن هو طبعا كل الناس سعيدة بدخول النادي الأهلي أولا للرجوع الحق وتصحيح الخطأ ثم للشعبية الكبيرة لكن طبقت اللائحة لم يشارك لهذه الأسباب ولكننا سعداء أنه هو اللي شارك تبقى للائحة لهذه الأسباب فاصل دي لايحة واضحة جدا وصريحة والأهلي في كاس العالم للمرة الثالثة على التوالي 1 فبراير يلعب إن شاء الله تعالى مع أوكلاند سيتي الفائز يقابل الوداد بطل أفريقيا والفائز من المباراة يقابل ريال مدريد بطل أوروبا في السيم الفينال بإذن الله تعالى يكون الأهلي نطلع للفاصل وبعد الفاصل نتواصل ترجمة نانسي قنقر